مفاجأة لكل المصريين لحظة القبض على مسؤول كبير وعشقته ننشر التفاصيل وفتاوي لمفتي مصر السابق مضحكة تثير الجدل في رمضان ننشر التفاصيل ومفاجأة مصر تطلب مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي الشهر القادم وخبير يفجر مفاجأة هل يرتفع الدولار في السوق السوداء مرة أخرى وما تخرجوش من المنازل الأرصاب توجه تحذيرا عاجلا لسكان القاهرة والمحافظات بشأن طقس الساعات المقبلة وارتفاع سعر كيلو السكر والرز اعرف أسعار السلع الغذائية النهاردة بالأسواق في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد رمضان كريم على حضرككم قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عاوزين نوصل في هذا الفيديو لألف لايك أو أعجبني وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نملة تعليقات بالصلاع الحبيب محمد أو تحيا مصر عاوزين نملة تعليقات مفاجأة لكل المصريين لحظة القبض على مسؤول كبير وعشقته ننشر التفاصيل في أخبار مهمة من محكمة جنايات شمال القاهرة تم تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لحد الخميس الجاي القضية دي تتهم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وعدد من الموظفين بطلب الرشوة وأخذها مقابل تسهيل إجراءات ونقصات ومشاريع النيابة العامة اتهمت رئيس مجلس الإدارة بطلب وأخذ 3.750.000 جنيه رشوة من 3 أشخاص مقابل إسناد منقصتين لجمعية تعاونية للإنشاء والتعمير وكمان اتهمته بطلب وأخذ 300.000 جنيه رشوة من شخص تاني مقابل إنهاء إجراءات منقصتين لتوريد مواسير مياه شرب وصرف صحي الشركته وأخيرا اتهابته بطلب 4.000.000 جنيه رشوة من نفس الأشخاص مقابل إنهاء إجراءات منقصة إحلال وتجديد شبكات مياه بمحافظة أسوار ونشرت جريدة صدى البلد فيديوهات لعملية القبض على مسؤول كبير وعاشقته خلال عملية تسليم الرشاوي القضية دي مهمة جدا وكلنا نتابعها باهتمام لمعرفة الحقيقة ومحاسب كل من تورط فيها وإيه هتفضلوا على تواصل معنا إن شاء الله خليكم متابعيننا عشان نوصل لمعرفة أي تطورات جديدة في القضية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر تلمع بعض الخبر آخر وفتاوي لمفتي مصر السابق مضحكة تثير الجدل في رمضان أثارت فتاوى أصدرها علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق في برنامج نور الدين الرمضاني حالة من الجدل في مصر تصدرت إجابات الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلباء في الأزهر الشريف صفحات السوشيال ميديا خصوصا وأن تلك الإجابات لم يتم التطرق إليها بشكل علني من قبل من استعرض لحضراتكم أبرز تصريحات الدكتور علي جمعة التي كانت محل جدل واسع في مصر أول حاجة قال يجوز للرجل إنه يعمل شعره ديل حصان ويربطه بتوكا تاني حاجة المكياج مباح لإنه تجميل وليس تغيير في خلق الله وعلى ظاهر البشرة وليس في طبقات الجلد دي كان التاني فتوى تالت فتوى إن الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط وإن غيرهم من الأديان الأخرى أيضا سيدخلون الجنة دي كان التالت فتوى رابع فتوى إن الصداقة بين الجنسين مباحة طلامة فيها عفاف أي خالية من المحرمات والسرية العلاقة بين الجنسين في سن المراهقة عادية لو أبو البنت عارف الارتداء الخاتم حلال إنما الحظاظة دي معرفاش والحظوص من عند الله فقط سابع فتوى أفتهى علي جمعة إن الميول بوركيني أحسن من البكين وإن التالتو مع حبس الدم تحت الجلد حرام وإذا ما كانش به دم مباح طبعا أنا بقول لحضراتكم الفتاوي اللي هو قالها إيوه وتاخدوا بهذه الفتاوي على لسنة أنا لا أنا ما بقولش الفتاوي دي أنا عاوز أعرف من حضراتكم هل شايفين أن هذه الفتاوي تصلح للدين الإسلامي أو لها علاقة بالدين الإسلامي أم لا طبعا لكم التعليق الكامل الجدير بالذكر إن برنامج نور الدين بيفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلتهم حول الدين والله إضافة للمشكلات الحياتية اللي بتواجه الناس وكيفية التغلب عليها وبيرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال دوما ما يسألونها لأهليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة وغيرها من الأمور الذي يقف الأباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة بص يا جماعة أنا عارف إن في ناس كتير بتدور على فتاوي دينية وده طبيعي جدا عشان نستريح ونعرف إيه حلال وإيه حرام بس أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة لازم ناخد فتوانة من رجال الدين الحقيقي اللي خايفين من ربنا بس أنا مش عايز أقول إن كل رجال الدين مش كويسين لا بس فيه ناس بتلبس عبائة الدين عشان تفتي الناس بما يشتهون أو عشان تدعم المصالح بتاعتهم الشخصية اللي لازم نبحث عنه هو الشيخ اللي عنده علم وفقه واللي بيخاف من ربنا بس واللي مش بيخاف من حد تاني الشيخ اللي هيقول لك الحق حتى لو كان ضد مصلحته واللي هيقول لك الحلال حلال والحرام حرام ومع ذلك بيبقى لازم نستخدم عقولنا ونفكر مش كل حاجة نسمعها لازم نصدقها حتى لو من شيخ ولازم نبحث ونقرر ونشوف مين اللي بيقول الكلام ده وليه وأخيرا أنا عايز أقول لكم إن الدين سهل وميسر وربنا ما خلقناش عشان نعيش في حيرة وقلق كل اللي ربنا بيطلبه مننا هو إننا نعبده ونطيعه ونعمل الخير لبعضنا البعض فخلينا ندور على الحقيقة من مصادرها ونستعين بربنا عشان يهدينا للصواب أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ولكم التعليق ننتهي مع بعض الخبر آخر ومفاجأة مصر تطلب مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي الشهر القادم يا جماعة مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بتمانية مليار دولار بدل التلاتة مليار اللي كنا متفقين عليها قبل كده الحكومة المصرية طلبت من الصندوق إن أول شريحة من القرض الجديد تكون خمسة مليار دولار هتستلمها في شهر إبريل الجاي الحكومة محتاجة للسيولة الدولارية دي عشان تدعم الاقتصاد المصري وزيادة القرض هتساعدها توفر العملة الصعبة اللي محتاجها مصر عملت بعض الإجراءات الاقتصادية مؤخرا زي خفض قيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفايدة واللي ساعدت على تحسين الاقتصاد بنك جولدمان ساكس توقع أن مصر هيكون عندها فائد في التمويلات الخارجية بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة بدل العجز اللي كان متوقع قبل كده ده بيدل على أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن وأن مصر هتقدر تحصل على التمويل اللي محتاجاه عشان تستمر في التمية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ولكم التعليق ننتقل مع بعض الخبر آخر وخبير بيفجر مفاجأة هل يرتفع الدولار في السوق السوداء مرة أخرى؟ الدولار راجع ينزل تاني هو رجع يرتفع شوية الفترة اللي فاتت في السوق السوداء لكن الدكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي طمنا وقال إن ده مش هيدوم كتير الدكتور رشاد قال إن سعر الدولار دلوقتي في البنوك أعلى من السوق السوداء وده خل المصريين اللي بر مصر يبدأوا يحولوا فلوسهم بالعملة الصعبة للبنوك في نفس الوقت الدولة دلوقتي عندها دولارات كتير من صفقات ومساعدات من دول مختلفة زي صفقة راس الحكمة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والصين الدكتور رشاد توقع إن ده هيساعد على تغذية البنوك بالدولار وتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين وده هيرجع الحركة في السوق لطبيعتها وقال كمان إننا محتاجين نكون أذكية ونخطط للمدى الطويل عشان نستمر في تغذية احتياجات السوق ونحافظ على التوازن بين سداد الديون وتوفير مستلزمات الانتاج وده هيساعد على القضاء على السوق السودة للدولار نهائيا أكد الدكتور رشاد إن الاحتياط النقد الأجنبي في مصر دلوقتي عدى 60 مليار دولار وده هيساعد على منع ارتفاع الدولار تاني في السوق السودة وكمان هيساعد على خفض أسعار السلع بشكل تدريجي يبقى خلاصة الكلام إننا هنشوف الدولار هيلزل للفترة الجاية وده هيبقى خبر كويس للجميع إن شاء الله ننتقل مع بعض الخبر آخر ولا تخرجوا من المنازل الأرصاب بتوجه تحذيرا عاجلا لسكان القاهرة والمحافظات بشأن طقس الساعات المقبلة هيئة الأرصاب بتحذر من أمطر رعضية والسيول في بعض أنحاء بصر ونصائح مهمة من وزارة الصحة للحماية من تقلبات الطقس بتحذر درجات الحرارة والأرصاب بتحذر من أمطر رعضية والسيول في بعض أنحاء مصر النهاردة وبكرة لدينا مناطق الأمطار تبقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وسينة والبحر الأحمر والطرق المؤدية من وإلى جنوب الصعيد وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وبعد مناطق القاهرة الكبرى بالنسبة لحالة البحر البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من واحد ونص متر لاثنين ونص متر الرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من واحد ونص لاثنين ونص متر نصائح من وزارة الصحة تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العصفة الترابية أو الأمطار وجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وشرب كميات من المياه لا تقل عن اثنين لتر في اليوم والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح وتناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعدها أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر آخر وارتفاع سعر كيلو السكر والرز اعرف أسعار الأغذية النهاردة نهاردة هقول أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية وهنتكلم عن أسعار كيلو السكر والرز والزيت وغيرها من السلع المهمة بالنسبة لسعر كيلو السكر في الأسواق العادية بيبقى من 45 جنيه 86 قرش لحد 60 جنيه إما في معارض أهلا رمضان سعر كيلو السكر في حدود 27 جنيه بس سعر كيلو الرز ما بين 35 جنيه 81 قرش الحاد 40 جنيه وده بالنسبة للرز المعبق سعر كيلو الرز المعبق سعر كيلو الفول سجل 63 جنيه 62 قرش الدقيق المعبق والمغلف في 30 جنيه 84 قرش بالنسبة لسعر زيت عباد الشمس سجل 104 جنيه 27 قرش سعر المكارونة المعبق 32 جنيه 41 قرش وكيلو العدس المعبق 74 جنيه 24 قرش زيت الدرة 132 جنيه 24 قرش البيض البلدي سجل 6 جنيه 36 قرش للبيضة الحكومة حددت سبع سلع أساسية وهي السكر والرز والزيت واللبن والجبنة والفول والمكارونة لازم أسعار السلع دي تكون مكتوبة على عبواتها والحكومة بتراجع الأسعار دي كل شهر المدة 8 شهور في نصيحة كده حابب أوجهها لحضراتكم إن احنا دايما لازم نقارن الأسعار بين المحلات المختلفة قبل ما نشتري أي سلعة ونحاول نشتري السلع الأساسية من معارض أهلا رمضان لأن أسعارها تكون أرخص أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وجينا مع بعض لنهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله رمضان كريم على حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته